تستمر إيران بإعلان أطماعها في المنطقة رغم محاولات دول الجوار إعادة العلاقات معها الأطماع الإيرانية جاءت هذه المرة من حقل الدر الغازية حيث هدد النظام الإيراني ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية وتدعي طهران أن جزءا منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت أمر دفع وزير النفط الكويتي سعد البراكة لأعلان رفض بلاده ما وصفها بالإدعاءات والإجراءات الإيرانية حيال الحقل مشددا أن الحقل هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية جدل حول عائدية الحقل وصل مداه العراق حيث أعلن محافظ البصر الأسبق والعبداللطيف أن الحقل يعود بالكامل للعراق مشهرا خريطة يشرح من خلالها ذلك ويؤكد أن لا حقية للكويت والسعودية في الحقل يكتسب حقل الدر أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي فهو مخزن لإنتاج كمية كبيرة من الغاز الذي قفزت أسعاره منذ اندلاع الحرب الأوكرانية إلا أن موقعه في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في الستينيات حقل يبدو أنه لن يكون للعراق أي حصة فيه بعدما أصبح دولة مسوبة القرار ويفتقر لأوراق الضغط التي تمكنه من انتزاع الحقوق إن وجدت أساساً الإرادة لذلك وفق مراقبين خاصة وأن إيران استبقت الأحداث وأوعزت لوزير خارجيتها أمير عبدالهيان للحديث مع نظيره وزير الخارجية فؤاد حسين للبدء بعقد لقاءات بشأن ملفات عدة من أبرزها ترسيم الحدود البحرية حدود ستكون مرضية لإيران وفق المعطيات التي تقول إن نفوذ طهران في العراق بلغ مداءه وبات يتحكم بمعظم مفاصل الدولة وفقاً لصحيفة بوبليكو الإسبانية